إذن مشاهدين محطتنا الأولى اخترنا لكم واستطلاع حول غالبية الأردنيين اللي بيعتبروا إنها إسرائيل هي التهديد الأكبر لأمن المنطقة حيث أظهر استطلاع لمركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية أن الأردنيين يعتبرون وجود إسرائيل هو مصدر التهديد الأكبر لأمن الوطن العربي في المنطقة الاستطلاع قال أن الغالبية العظمى من الخبراء 87% وغالبية أفراد العينة الوطنية 45% قالوا أن وجود إسرائيل هو مصدر التهديد الأكبر لأمن الوطن العربي في المنطقة ولم تتغير النسبة مقارنة باستطلاع شباط لعام 2022 فيما يعتبر 4% فقط من أفراد العينة الوطنية أن أمريكا وإيران على التوالي هما مصدر التهديد الأكبر لأمن الوطن العربي في المنطقة مسجلة تراجع مقداره 5 نقاط مقارنة باستطلاع شباط عام 2022 إذن مشاهدينا الكل يجمع على أن العدو الإسرائيلي وهذا الكيان الغاصب هو مصدر التهديد للأردنيين إذن أيضا مشاهدينا بدنا نروح لاختيارنا الثاني ومشاهدينا اختيارنا التالي حول النوم الطويل دلائل ومؤشرات غير صحية فيها الخبر مشاهدينا اللي بيحكي أنه في صفوف الراشدين يعرف النوم الصحي بأنه الوقود الليلي لست ساعات إلى عشرة ساعات أو إلى عشرة منها متواصلة وعميقة وكافية لاستيقاظ الناس في اليوم التالي مفعمين بالطاقة في حين تركز الإرشادات الصحية على ضرورة النوم الكافي والعميق في كل ليلة وتعظم أمر النوم الخفيف المسؤول عن توليد مشكلات صحية بالجملة يقل الحديث بالمقابل عن النوم الطويل أو المفرط تاليا معلومات مستمدة من الاختصاص في الطب العام الاختصاصي في الطب العام بلال كرامي الدكتور اللي بيحكي أنه كمان النوم المفرط لساعات متواصلة تتجاوز العشرة أو النوم خلال الليل والنهار لساعات يزيد مجموحها على العشرة دليل غير صحي ومؤشر إلى الأمراض التالية انتبهوا مشاهدين معنا شو الأمراض اللي ممكن يدلل عليها النوم الطويل كسل الغدة الدرقية وعجزها عن إفراز الهرمونات الكافية ممكن يكون ناتج النوم الطويل عن مشكلات القلب ولا سيما الضعف في عضلة القلب أيضا ممكن يكون ناتج عن السكري سواء تعلق الأمر بهبوط معدلاته أو بارتفاعها ما يشعر المريض بالتعب والنعاس الذي يقوده إلى السرير منهك القوى وصولا إلى الغيبوبة لا سمح الله إذن مشاهدين بدنا مش فقط ننتبه لأنه الإنسان ممكن ما بنام الساعات الكافية لا بدنا ننتبه لأنه ممكن النوم الطويل يكون ناتج أيضا عن أسباب مرضية فعلى طول إذا بنلاحظ أنه عندنا فرد من العائلة بنام كتير أو إحنا مثلا بننام كتير بنحتاج لنوم كتير لازم نروح نفحص ونشوف شو المشكلة مشاهدين من نروح للاختيار التالي حول آية قرآنية على تاكسي لجذب الركاب في الكويت أدت لأن الشرطة تتدخل في الموضوع لأنها هالآية المكتوبة على التاكسي كانت لا تليق بوجودها في هذا المكان وبمعناها اللي ما بليق مع وجودها على تاكسي أوقفت وزارة الداخلية الكويتية سيارة أجرة تاكسي بعدما انتشرت صورة لها على مواقع التواصل الاجتماعي حيث وضع قائدها آية قرآنية مكتوبة هي الآية يا بني يركب معنا ولا تكن مع الكافرين على ظهر المركبة طبعا حيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق مالك الشركة وسائق المركبة لأنه لا يجوز استخدام آية قرآنية في مثل هذا الموضع اختيارنا مشاهدينا التالي طبعا حول الأجواء ودرجات الحرارة اللي بدها ترتفع خلال الأيام القادمة لا احنا اخذنا اختيار آخر حول عناصر لازم نتجنبها خمس عناصر أو ما تكون موجودة في السيارة لما ترتفع درجات الحرارة طيب آخر شي بناخد آخر محطة بناخد درجات الحرارة يمكن أن تتسبب بعض العناصر اليومية بأضرار جسيمة حتى أنها يمكن أن تؤدي إلى نشوب حريق إذا تركت داخل السيارة لفترة طويلة طبعا وجدت درسات أنه درجة الحرارة حرارة الهواء الخارجية اللي ابتصل ل 22 درجة مئوية يمكن أن تتسبب في ارتفاع درجة حرارة السيارة ل 47 درجة مئوية في ساعة واحدة فقط وهذا ما يسمى بتأثير الاحتباس الحراري وهذه الحرارة يمكن أن تجعل الأشياء اليومية الموجودة في السيارة مخاطر محتملة ويمكن أن تلحق الضرر بالسيارة وكذلك بهذه الأشياء نفسها شو الأشياء اللي ما لازم نتركها بالسيارة حتى إذا ارتفعت درجة حرارة السيارة ما تتسبب بأذى أولا المياه المعبئة يمكن أن تشكل المياه المعبئة خطر الحريق إذا تركت في سيارة ساخنة لفترة طويلة أيضا مشاهدين طبعا العبوات البلاستيكية يمكن أن تخلق المواد الكيميائية تأثيرا مكبرا يمكن أن يحرق مقاعد السيارة مكبرا عفوا يمكن أن يحرق مقاعد السيارة المصنوعة من القماش يعني الحرارة إذا إجت على العبوات البلاستيكية بانتج عنها درجة حرارة عالية جدا قد تتسبب في حرق المقاعد مقاعد السيارة أيضا مشروبات الغازية ما لازم نتركها بالسيارة لأنه أيضا ارتفاع درجة حرارة السيارة يمكن أن تنفجر نتيجتها العبوات اللي فيها المياه أو المشروبات الغازية في ضوء الشمس المباشر علب مزيل العرق أو السبريل اللي بتكون موجودة في السيارة هاي كمان ممكن تؤدي درجات حرارة السيارة المرتفعة إلى انفجارها واق الشمس إذا تركه في ضوء الشمس المباشر فمن المعروف أن الواقع ينفجر لأن البلاستيك قد يشوه شكل العلبة أو العبوة الأدوات والأجهزة التكنولوجية زي التليفونات الآيباد التاب إلى آخره ما لازم تنترك في السيارة لأنه درجة حرارة السيارة لو كانت بره 22 درجة حرارة السيارة بتكون 47 زي ما بيحكي هالخبر مشاهدين اختيارنا الأخير حول درجات الحرارة وأجواء وتقص الأردن خلال الأيام القادمة تكون الأجواء يوم الخميس معتدلة الحرارة في معظم مناطق المملكة ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع تواجد بعض الغيوم على ارتفاعات عالية بحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية يطرأ يوم الجمعة ارتفاع على درجات الحرارة وبتكون الأجواء دافئة في معظم مناطق المملكة وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية والرياح شمالية غربية يوم السبت مشاهدينا إن شاء الله رح يكون في كتلة هوائية حارة حيث توالي درجات الحرارة ارتفاعها توالي لتسجل أعلى من معدلاتها العامة بحوالي من 6 ل 8 درجات مئوية وتسود أجواء جافة وحارة نسبياً في المرتفعات الجبلية والسهول وحارة في باقي المناطق مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية إذن نحن مقبلون على موجة حارة نسبياً فبدنا ناخد بالنا وندير بالنا تبقى الأجواء يوم الأحد جافة وحارة أيضاً في المرتفعات الجبلية والسهول تتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 14 و 25 طبعاً توالي ارتفاعها يوم الجمعة والسبت والأحد لنوصل لدرجات حرارة عالية فبالتالي يمكن البقاء في البيوت في هذه الأجواء يكون أفضل من أنه نطلع لأنه سيكون في حرارة عالية في درجات حرارة عالية طيب بهيك مشاهدينا بنكون ختمنا فقرتنا لليوم فقرة اخترنا لكم نتمنى تكون نالت إعجابكم سنكون الآن مع الدكتورة دعاء الصباح والتسمم الغذائي الدكتورة هي صيدة لانية مشاهدينا ستقدم لنا بعض النصائح في موضوع التسمم الغذائي متابعة طيبة ترجمة نانسي قنقر